عزيزي المشاهدين أهلا بيكوا في حلقة جديدة من المنتهد أسبوع أو أكتر من أسبوع ما ظهرتش في البرنامج بسبب طبعا زي ما حضرتكم عارفين أن أنا جالي كورونا والحمد لله الموضوع عد على خير لسه يعني عندي شوية مشاكل في صدري لكن قلت لازم في أسرع وقت تنزل واشتغل لأنني بصراحة وحشتوني وحشني الشغل ووحدة من الحاجات اللي ما كنتش عارفها أن أنت لما بتتعود على شغل الميديا لما بتوقف شوية بتحس بحاجات كتيرة مختلفة في حياتك وشغلانة الميديا وشغلانة الإعلام فيها جزء ادمان شغل وحشني فريق العمل وبشكرهم على مجهودهم في الفترة اللي فاتت على أن هما يحاولوا أن هما يعني يمشوا بالبرنامج بنفس المستوى وبنفس الشكل بشكر عادل مصطفى وبشكر بركات وبشكر عباس محمد عباس اللي أسعدني جداً ظهوره مرة تانية على الشاشة من خلال شاشة المحور ومن خلال برنامج الرمنتاد لما تعبت غير يعني غير اللي أن أنت بتعدي بقصة وبتحاول تعديها لكن عرفت قد إن الحمد لله في ناس كتيرة جداً يعني سلامتي تهنمها ناس كتيرة ما كلمونيش بقالوا فترة طويلة ناس كلموني بتطمنوا علي وبشكر كل الناس اللي حاولوا إن هما يتطمنوا علي اللي تواصلت معاهم وإني ما قدرتش إن أنا أتواصل معاهم التعب بيحسسك إن حب الناس أهم حاجة في الحياة والعيلة أهم حاجة في الحياة فسعيد بالعودة مرة تانية وبإذن الله نفضل مكملين على طول الخط كما عهدناكم واتعهدنا قدامكم بنفس الشفافية وبنفس الحيادية وبنفس البالانس الحمد لله اللي موجود والتوازن اللي موجود والمسافة اللي موجودة واحدة ما بيننا وما بين الجميع وده النظام اللي احنا اشتغلنا به من أول يوم لنا في البرنامج كما وعدنا حضراتكم اشتركوا في القناة